اشتركوا في القناة نواصل الحديث حول مساق الثقافة الإسلامية أقفنا في المحاضرة الماضية عند أنواع العقوبة في الإسلام والعلماء قسموا العقوبة في الإسلام إلى ثلاثة أنواع ألا وهي النوع الأول الحدود النوع الثاني القصاص النوع الثالث التعزير نبدأ بالنوع الأول في هذه المحاضرة بالحدود الحدود تعريف الحدود في الاصطلاح عقوبة مقدرة من قبل الشرع وجبت حقا لله تعالى من أجل الصالح العام يعني من قبل الشرع الحنيف يعني من قبل الله تعالى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبت حقا لله تعالى من أجل الصالح العام يعني من أجل مصالح الناس جميعا والحدود في الشريعة الإسلامية ستة الحدود ستة ألا وهي حد الزناء وحد القذف وحد شرب الخمر وحد السرقة وحد قضع الطريق أو الحراب أو البغي وحد الرد نبدأ على جناه السرعة مع الحد الأول ألا وهو حد الزناء الزناء في الاصطلاح هو الوطء المحرم في القبول يعني ارتكاب الفاحش كما نعلم ويلحق كما يذكر العلماء يلحق بجريمة الزناء اللواء وهو أن يأتي الرجل الرجل كما كان يفعل قوم له والمتفاصيل موجودة في كتب الفقه بالتفصيل عقوبة الزناء عقوبة هذه الفاحشة أولا الجلد مئة جلدة إذا كان الزاني أو الزاني غير متزوج قال تعالى الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلد هذا إذا كان أعزبا سواء الزاني أو الزاني أثنين العقوبة بالنسبة للمتزوج أو المتزوجة الرجم حتى الموت والدليل على ذلك من السنة النبوية يعني ثبت الرجم بالسنة النبوية ولم يثبت فيه القرآن الكريم والسنة النبوية تعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما أن تمسكتم بهم لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي إذن إذا زنى المتزوج فإن عقوبته الرجم وكذلك المتزوج فإن عقوبتها الرجم والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح أنه رجم ماعز والغامدية وكان متزوجين ثم يقول الكاتب فمن تزوج وطلق أو مات الزوجته ثم زنى فحكم حكم من هو متزوج يعني يرجم حتى الموت فإذا كان أحدهما متزوجا وكان الآخر أعزبا فإن المتزوج يرجم حتى الموت والأعزب يجلد مئة جلد وشروط الإحصان أن يكون الرجل أو المرأة مسلما بالغا حرة متزوجا زواجا صحيحا شروط إقامة حد الزنا حتى يقام حد الزنا لا بد أن يتوفر فيه عدة شروط أولا أن يكون الزاني مسلما عاقلا بالغا اثنين أن يكون الزاني مختارا غير مكره على الزنا لأنه لا حد مع الإكراه في الإكراه يسقط الحدود تسقط كل الحدود ثلاثة أن يثبت الزنا ثبوتا قطعيا بأدلته شرعية والأدلة شرعية إما الإقرار أو الشهود الإقرار يعني أن يقر الزاني ويقول أنا زنيت مثل ما عز والغامدية وأفضل الأدلة هو الإقرار فنظلش حاجة بعد ذلك أو الشهود شهود يعني أربعة لا بد أن يشهد على ذلك أربعة شهود عدول ثقات أربعة ألا تكون هناك شبهة في وقوع الزنا وهذا فيها تفصيل ليس هنا مجاله هذا الحد الأول الحد الثاني من الحدود حد القذف القذف هو اتهام إنسان بالزنا بدون دليل يوجد حد المقذوف يعني وفي تعريفات أخرى في كتب أخرى اتهام إنسان بالزنا تصريحا أو تلميحا دون دليل دون دليل في هذا يسمى يسمى القذف وعد النبي صلى الله عليه وسلم القذف من قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من السبع الموبقات يعني من أكبر الكبائل أكبر الكبائل أنه كذب واختلاق ما أنزل الله به من سلطان طب ما هي عقوبة القذف العقوبة يعني للقذف ثلاث عقوبات وهي ما ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا في أربعة الشهداء فاجلدوهم سمانين جلدا هذه العقوبة الأولى عقوبة الثانية ولا تقبل لهم شهادة أبدا عقوبة الثالثة وأولئك هم الفاسقون إذن القذف بدون دليل قبته الثمانون جلدا ولا تقبل له شهادة ويسمى فاسقا شروط إقامة حد القذف أن يكون القذف بالغاً عاقلاً مختاراً غير مكره أن يكون المغذوب محصناً توفرت فيه شروط الإحصان وهي العقل والحرية والإسلام والعفاة الزنا ألا يأتي القذف ببينة يعني لو جاء القذف ببينة وهي أربعة شهود عدول ثقات فلا يسمى قاذفاً لكن وين تلاقي الأربعة شهود ثقات في واقعنا واحد يقول لي طب هاي فيه الآن كاميرات وفي تصويره وفي فيديوهات إلى آخره كل هذه لا تثبت جريمة الزنا وإنما هي بتكون يعني أدلة ثانوية كما قال العلماء لأنه في عنا حاجة اسمها الدبلجة علم الدبلجة يعني يغير كل شيء وكتب فيه العلماء كتباً كثيراً وأبحاثاً كثيراً والحكمة من حد القذف تأديب الذين يطلقون ألسنتهم بالباطل ويفترون على الناس ويتهمونهم بالزنا زوراً وبهتاناً وما أنزل الله بذلك من السلطان بدون دليل الحد الثالث حد شرب الخمر الخمر الصلاحاً هو المسكر من كل شراب أياً كان نوعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام عقوب شرب الخمر ثمانون جلدة وإن كان فيها خلاف البعض قال أربعون والبعض قال ثمانون موجود عندنا في الكتاب خلينا عدث ثمانون ثمانون جلدة تثبت جريمة شرب الخمر بإقرار الشارع أن يقرر الشارع بأنه قد شرب خمر والإقرار كما قلت سيد الأدلة أو بشهادة اثنين عدول مش أربعة الأربعة فقط في الزنا أما في شرب الخمر يكفي اثنين عدول فإن كان الشارع مريضاً في وقت شربه فلا يسقط عنه الحد إنما يؤدل حتى يبرأ من مرضه ثم يقام عليه الحد وينطبق عليه هذا الحكم على سير الحد شروط وجوب حد الشرب حد شرب الخمر الشرط الأول أن يكون الشارع مسلماً بالغاً عاقلاً الشرط الثاني أن يكون الشارب مختاراً غير مكره على شرب الخمر الشرط الثالث أن يكون الشارب عالماً بتحريم الخمر عالماً بتحريم الخمر واحد يسأل يقول كيف مش عارف بتحريم الخمر فيه يعني مسلم لا يعرف إنه الخمر حرام آه هذا إذا كان يعني كافراً ثم دخل الإسلام الآن ولا يعرف أحكام الشريعة الإسلامية ولا يعرف أن حكم الخمر حرام في بداية في أول يوم يوميين أو الأسبوع فإننا لا نقيم عليه الحد بل يعرف بتعليم الإسلام بالتدرج الحد الرابع حد السرقة تعريف السرقة هي أخذ المال المحروز معنى المحروز يعني المحفوظ على وجه الاختفاء يعني لا تسمى السرقة سرقة إلا إذا أخذ المال المحروز يعني كان مخبة في درج في خزينة في مكان وأخذ على وجه الاختفاء يعني دون أن يراه أحد من البجر طب ما هي عقوبة السرقة القطع قطع اليد من الزند قال تعالى الدليل احفظ الدليل قال تعالى والسارك والسارقة فاقطعوا أيديه هما جزاء بما كسبان نكالا من الله والله عزيز حكيم وبينت السنة النبوية يعني قطع اليد من الزند أو الرسغيب ما هي شروط إقامة حد السرقة يعني حتى نقيم حد السرقة ونقطع يد السرقة لابد أن يتوفر في ذلك ستة شروط ستة شروط على جداح السرعة أولا أن يكون السارق بالغا عاقلا مكلفا أثنين العاصل أن أن يسأل أبا أنه يريد مالا والأب يعطيه وهكذا أو أن يأخذ أو أن يسرق الشريك من شريكه في سوبر ماركت في هذا المال دون أن يعلم شريكه فلا نقيم عليه حد السرق لأنه نصيب من هذا المال لكن أيضا يعاقب عقوبة تعزيرية وهكذا لأن تدر الحدود بالشبهة ثلاثة أن يكون المسروق مالا محترما مصونا إيش يعني مالا محترما يعني أن يكون مال حلال أبا حتى الشريعة الإسلامية أما الذي يسرق مثلا خمر أو يسرق خنزير ثلاثة أربع خنزير من حضيرة فالخنزير نجس والخمر نجس وكذلك لا قطع في سرقة المال المسروق لأن المأخوذ منه غير مالك لهذا المال هذا ما يسمي المال المحترم أربعا أن يكون المال المسروق بالغا النصاب نصاب القطع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار والمقصود هنا بالدنار مش الدنار الأردني ولا الدنار الكويت إنما المقصود بالدنار الذهبي وإنه تفاصيل في كتب الفق إن لم يبلغ المال المسروق النصاب لا تقطع يده وإنما يعاقب عقوبة عنزيرية خمسة أن يكون المال المسروق موضوعا في حرز أي في صندوق في خزينة في مكان مخبع ستة أن يكون المال المسروق قد أخذ على وجه الاختفاء فمن اختطف أو اختلس أو انتهب أو خان لا يكون سارقا ولا قطع عليه لقول النبي صلى الله عليه ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس مختلس قطع فيها تفاصيل كثيرة في كتب الفق إذن لا بد أن يكون المال المسروق قد أخذ على وجه الاختفاء عندون أن يراه أحد الحد الخامس حد قطع الطريق أو الإفساد في الأرض أو الحرابة سموا العلماء الحرابة وهذا كان موجود قديما وحديثا بس قديما كان أكثر قطع الطريق يعتدون على القوافل فيقتلون ويسرقون وينهبون إلى آخر يتتمثل هذه الجريمة في سلب أموال الناس في الطرق العامة وإخافتهم وإرهابهم والاعتداء عليهم ما هي عقوبة ذلك وضع القرآن الكريم عقوبة الجهاذ الجريمة الحرابة الحرابة في قوله تعالى في سورة المائدة آية 33 قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم يعني في عنا أربع صور فيها تفاصيل كثيرة تحتاج هذه المهاذرة لعوحدة تتمثل العقوبة في أولا النفي وهو السجن أو التغريب عن البلاد وهي عقوبة من قطع الطريق وأخاف الناس ولم يأخذ أموالهم ولم يقتل أحدا يعني اعتدى على القافلة مثلا أو على الناس ما لم يقتل ولم يسرق وإنما أخافهم فقط فإيش العقوبة النفي إما معنى النفي إما أن يسجن أو يبعد إلى بلد آخر من السميد التغريب في شريعة الإسلامية باء يعني الصورة الثانية القطع من خلاف وهو قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسر هاي معنى الخلاف قطع اليد اليمنى من الرسغ من الزند مع الرجل اليسر أيضا من الكعبين أو من الآخر من الكعبين هي عقوبة من قطع القطع من خلاف عقوبة قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسر وهي عقوبة من قطع الطريق وأخذ الأموال ارتكب جريمة السلب ولم يقتل أحدا بدون قتل مهم سرق وهرب ثم رقي القبض عليه بعد ذلك واعترف فإنه تقطع يده وردله من خلاف القطع من خلاف اليد اليمنى مع الرجل اليسر جيم القتل وهي عقوبة من قطع الطريق فقتل الناس ولم يسلب أموالهم يعني عنده هواية لا يريد مالا لا يريد مالا وإنما هواية أن يقتل الناس هو يترك أموالهم معهم السورة الرابعة القتل مع الصلب وهي أصعب سورة وهي عقوبة من قتل وسلب الأموال يعني أغار على القافلة خافهم سلب أموالهم وقتلهم ثم قبض عليه فإنه يقتل ثم يصلب حتى يكون عبرة لمن يعتبر يكون عبرة لغيره يكون عبرة لغيره وهذه أمور مهمة يعني يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل فيها يعني يعيد مرة ثانية النفي وهو السجن أو التغريب عن البلاد عقوبة من قطع الطريق وأخاف الناس ولم يأخذ أموالهم ولم يقتل أحدا منهم القطع من خلاف قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى وهي عقوبة من قطع الطريق وأخذ الأموال وارتكب جريمة السلب ولم يقتل أحدا ثلاثة القتل وهي عقوبة من قطع الطريق فقتل الناس ولم يسلب أمواله أربعة القتل مع الصلب وهي عقوبة من قتل وسلب الأموال هذه عقوبة المحاربين الحرابة يعني الحرابة أو قطع الطريق أو الإفساد في الأرض نأتي إلى الحد السادس ألا وهو حد الردة أو الارتداد عن الإسلام للعلم يعني كثير من الناس اليوم يكون مرتدا وهو لا يدري سواء يدري أو لا يدري وهذا يدل على الجهل الكبير الذي بعض الناس مصل إليه وهذا كلام خطير خطير جدا حقيقة ما تعريف المرتد في الاصطلاح اسمع ماذا عرفه العلماء هو الراجع عن الإسلام إلى الكفر يعني كان مسلما فصار كافرا طب كيف صار كافرا بأن يصدر عنه فعل أو قول أو اعتقاد يخرجه عن الإسلام الله يعني الواحد من المسلمين يصير مرتدا بواحد من ثلاثة بفعل يعني يفعل شيء حين أضرب المساء يفعل شيء يصبح مرتد بهذا الفعل أو قول يقول شيئا يصبح مرتدا بهذا القول أو حتى اعتقاد في داخله بنيته يعني فبالاعتقاد يصبح خارجا عن الإسلام طب نريد أمثلة على الفعل وعلى القول على الاعتقاد وهذا أهم حاجة من أمثلة الفعل اللي يصبح فيها الإنسان اللي بيكون مسلم يصبح مرتد مثل السجود لغير أن تسجد للشمس للقمر للبقر كما يعدز في الهند للفأر في بعبد الفار الله أكبر كل هذا السجود لغير الله هذا يعتبر فعل يخرجك من الملة أيضا من الفعل أن توالي اليهود وأعداء الأمة وأعداء الدين أن تضع يدك في أيديهم وتحبهم وتتعاون معهم المولاة بكل أصنافها لأن الله تعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم المولاة لأعداء الدين أيًا كان هؤلاء هذا يخرجك من الإسلام إلى الرد أو استحلالها فعل تقول بأن الزنا حلال تشرب وتقول بأن شرب الخمر حلال هذا كله أمثلة على على ماذا على الفعل طب نريد أمثلة على على القول أمثلة القول سب الدين اللي بسب الدين بسب الرب بسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصير مرتدا يصير مرتدا أن يقول قولا منكرا فيه ما عرف من الدين بالضرورة كذلك أن ينكر الصلاة واحد يقول فشي في الإسلام لا يوجد في الإسلام حاجة اسمها الصلاة لا يوجد في الإسلام حاجة اسمها زكاة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الخلافة أبو بكر رضي الله عنه ارتد كثير من الناس ما سبب الردة أنكروا الزكاة الله إذن عليه الصلاة فلا نعطيها لبشر مثلنا الذي هو أبو بكر فقاتلهم أبو بكر الصديق معروف قتال حروب الردة وقتل في حروب الردة آلاف مؤلف في حديقة الموت وهذا في التوصيل في التاريخ الإسلامي وكان قائدهم من مسيلم الكذاب مسيلم الكذاب إذن أن تنكر بلسانك قول تنكر شيئا معلومة من الدين بالضرورة كإنكارك للزكاة أو للصلاة أو للصيام أو عدم تصدق القرآن أو بعض آياته أو سب الذات الإلهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ديد كل هذا يخرجك ويصبح الإنسان مرتدا بعد أن كان مسلم هذا أمثل على القول طب مثال على الاعتقاد حتى الاعتقاد مش كاتبه في الكتاب لكن مثال على الاعتقاد يعني أن يعتقد المسلم في داخله بوجود إله مع الله تبارك وتعالي أو إله غير الله تبارك وتعالي فهذا يسمى اعتقاد حتى بدون ما يتكلم بالنية بداخله دون فعل ودون قول وإنما يعتقد اعتقادا في داخله بنيته أن هناك إلها آخر مع الله تبارك وتعالى فإن هذا المسلم يصير مرتدا يصير مرتد هي الردة إذا المرتد الراجع عن الإسلام إلى الكفر بأن يصدر عنه يصدر فعل أو قول أو اعتقاد وهذا كلام مهم خطير خطير جدا ويشترط في وقوع الردة أن يكون المرتد مختارا عاقلا فلا تعتبر ردة المجنون أو الصبي أو السكران أو المكرى إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وهذا ما حصل مع عمار بن ياسر حينما عذبه المشركون عذابا أليما حتى ذكر الإسلام بسوء فأطلق صراحه فذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جصة معروفة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك يا عمار قال أجده مطمئنا بالإيمان فقال إن عادوا فعد هذه رخصة ما سميها في الفقه في الشرعية الإسلامية إن عادوا فعد الرخصة هذه ليست لعمار فقط رضي الله عنه إنما لكل المسلمين إلى قيام السعر وأنزل الله تعالى قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في سورة النحل والرجوع عن الدين إلى الكفر أمر حرام أمر حرام يستوجب القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله مسلم يصير يهودي أو نصراني أو بوذي أو إلى آخره من بدل دينه حكم الشرع فاقتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمهل المرتد ويستتاب ثلاثة أيام يقوله معك ثلاثة أيام فكر كويس لعله يراجع نفسه شوف الإسلام يعني يعطيه فرص فرص ذهبي يراجع نفسه ويعود إلى الإسلام قبل إقاع الوقوب عليه والحكمة في قتل المرتد لماذا الإسلام يقتل المرتد حفاظا وحماية للعقيدة الإسلامية من عبث المستهزئين والمارقين والمحافظة على أحكام الدين وهيبته في نفوس الناس هذا بالنسبة للحدود ستة حدود اللي شرحناها في هذه المحاضرة وهي حد الزنا وحد القذف وحد شرب القمر وحد السرقة وحد الحرابة أو قطع الطريق أو البغي وحد الرد أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى المحاضرة القادمة نواصل الحديث حول النوع الثاني والثالث إن شاء الله تعالى من أنواع العقوبة ألا وهما القصاص والتعزير القصاص والتعزير إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكتو